وهذا هو التمثيل العملي للمسلمين هو هذا نبغي هاد الفكرة هادية نبغي تصبر بالصابون تلصق في الرأس وعلى قبل هاد الشيء اشترفاه علاش الدعواء كنقولوا منش هالة ديوية تتخبط واحنا باقي كنضربوه فلاسنا ربحل ذاك اللذي كأنه يسبح عكس التياه يضرب 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 وملكيه الزراس وكيبلي الشط باقي بعيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهله وصحبه ومن ولاه وانستنى بسنته اختفى اثره واهتدى بهده ابتداء سيد حمزان صلى الله عز وجل ان يبارك في الولد وفي اخوته وان يبارك في جميع اولاد المسلمين وانساء الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم مما يكاد لهم لانما اولادنا مقبلون عليه لعله اكبر بكثير مما قد نتصور خطره لكن نحن حسبنا الله عز وجل وكفى ثم علنا بالاجتهاد ما استطعنا الى ذلك سبيلها للقيام على هؤلاء الاولاد ليكون عودهم اشد من عودنا فلعل التحديات التي كبرنا فيها نحن لا تعادل عشرة معشار ما هم مقبلون عليه حتى ما كان من تحديات نجابهها لعلها كانت تتعلق ربما ب اما بمقابلة الدين واصوله بالكفر الواضح البين او بشيء من اللين في الدين ان صح التعبير مع اقرار اصحابه على الاصلي لكن ما نحن عليه اليوم ليس هو ابطال لشريعة الله عز وجل هذا مش هو التحدي التحدي على وجهين كين اصحاب ابطال اصول الشريعة لكن هؤلاء خطرهم واضح بين الاشكال هو يعني لي نصوص الشريعة اما لتوافق اهواء الناس اما لتوافق محتلا غربيا خرج عسكريا لكنه بقي ثقافيا واقتصاديا على اقل الوجوه لذلك ما نحن يعني ما يقع على عاتقنا من مسؤولية في تربية الاولاد على بشكل عام لا اقصد بذلك تربية الاولاد يعني تربية والدك الذي من صلبك داخل بيتك هذه المسؤولية رقم واحد لكن علينا شئنا ام ابينا اشترفا من الطرف تلطرف را لا ينظر الناس اليكم نظرة عادية سواء كنت من الذين تربوا في رحاب العلم الشرعي او كنت من الذين تابوا الى الله عز وجل بالامس القريب لكن سمتك الذي انت عليه الان يجعل الناس لا ينظرون اليك نظرة عادية ينظرون اليك نظرة الصالح المصلح شيء تام ابيت هاد التكيتا دي لا اصقى فيك مدام بين عليك شوية دي السمت دي الصلاة والصلاح والمفاصلة بينك وبينك هبائر الذنوب على الاقل القضية دي الشرك البين الربا والزنا والخمر المخدرات الانسان اكرمه الله فجعل بينه وبين هذه الامور مفاصلة فمن لك تحط هذه المفاصلة من هذه الجهة وتجعلها لله مش انك خيف على الصحة ديالة كل كده وبالمقابل تجتهد في التحلي بفرائض الدين الظاهرة التي يراها الناس فيك فالناس يلبسونك حتى لو ابيت الناس يلبسونك لباسة وجلباب الصالح المصلح وبدون استثناء اكدوا اجزم لو ما كينش في واحد هنا في الحاضرين الا واتاه رجل لا يعرفه وسأله عن بعض الحلول لمشاكله الخاصة لو كيشوفك وهي تشوفه مشكل مع الزوجان مشكل مع الولدين مشكل مع الولدات هو يعلم ان حل مشكله في دين الله عز وجل لكن كيشوفك انت كأنك انصح التعبير انت الممثل الرسمي للدين هو خاطئ في تصدوره هذا اكيد لكن هذا واقعنا فالمسؤولية علينا اكبر مما نتصور فالتحدي لكن غلورها اكبر مما كنا نتوقع المسؤولية علينا اكبر مما نتصور لانا ونحن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء الحمد لله هذا الدروز للسيرة هذا الدروز للقرآن هذا الدروز للخير ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان عندهم من الادوات والمعدات حتى قلبوا كيان الارض في 23 سنة ما كان عندهم تشات جي بيتي ولا كان عندهم اللايف بالفيسبوك ولا عندهم الانستانغرام ولا عندهم الوسائل التقنية الحديثة التي تجعلك تتلفظ بالكلمة الآن وبعد ثلاث ثوان تجدها في أقصى الدنيا ما كانش عندهم هالشي كانت صلى الله عليه وسلم يتحيّن موسم الحج إنك سويتسنا 11 شر يعرض نفسه الشريفة على قبائل العرب ويقول لهم من يحملني لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي ومع ذلك انظروا إلى التغيير الجذري الذي أحدثته تلك العصابة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر شنو الفرق؟ الوحي هو الوحي كذبوش على بعضياتنا الوحي هو الوحي القرآن هو القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا الوحي هو الوحي فشنا هو اللي خلها هدوك الناس؟ تحركوا بتلك القوة وقبضوا على دينهم أشد مما يقبض القابض على الجامر يعني أنا قديرا ما كانت سهلة أنا كان قرودك شي جس طيرات إلى آخر كي يقول لك حقا أقول الله حتوف كتب السيرة عموما إلا بعض المستثنيات من أهل من ذهب إلى سواء كان في مرحلة التأسيس في السيرة أو مرحلة الاختصاص أو تخصص عفوا هو الذي يسلط الضوء بشكل يعني تحليلي تفصيلي على مرحلة الحصار في الشعب في شعب أبي طالب سنة السابعة لسنة العاشرة اللي بعثاء لكن عموم كتب السيرة وعموم من تحدث في السيرة النبوية يمرون على هذه الفترة مرور الكرام يقول لك والشعب تكرفصوا كذا إلى آخره أي شريف راه ثلاث سنوات شكول في نحن الذي حوصر ثلاث سنوات بتلك الظروف؟ أكل وأوراق الشجر المهم الكلام الذي تعرفونه المعلومات عندنا لكن من يحمل هم هذه المعلومات يبلغها للناس؟ من يحمل على عاتقه مسؤولية على الأقل أن يشارك من خلال مواقعه التي ينشط فيها أن يشارك ما يقوم به الناس من محاضرات غريب أمر الناس وغريب أمر الذي لا يرى فيهم أن لهم صالحون ومصلحون على الأقل على الأقل أن نحس من خلال مواقعك التي تنشط فيها أنك تحمل هم هذا الدين القضية ليست قضية أنك عفوت عن لحياتك واجتهدت في عباداتك المفروضة عليك وكذلك تنقذها نفسك الشريف لكن ما الذي فعلته لدينك؟ ما هو الإرث الذي ستخلفه أنت؟ لهذه الأجيال التي نحن كل مرة ندعو لها ونقول يا ربي اجعل وقتهم حسن من وقتنا ويا ربي ادر لهم ما الذي فعلته أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جعفر نبي طالب ومعهم جموع من المسلمين وقال لهم في الخصة المعروفة يذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يضلم عنده أحد طيب هاتش يقع في السنة الخامسة عناش بقاوا معه وحدين أخرين في مكان؟ تهو مرى نالهم العذاب ذوك اللي يبقوا في مكان؟ عناش من صيفت الخرين؟ عناش مشات هذه المجموعة؟ هذه المجموعة ما مشاتش فرارا فقط من قضية التعذيب ولا كده؟ نجع فرم نبي طالب راه هو الذي قدم يديه وعضوضيه إلى لله عز وجل ثم قدم روحه يوم مؤتى وكان من السنة الخامسة إلى السنة السابعة من السنة الخامسة للبعثة إلى السنة السابعة الهجرة خمسة عشر سنة ما شافش هو النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما جاي سيفطل مؤتى ما كينش يشكال يمشي يعني القضية ليست قضية صبر على التعذيب إنما لي غرض آخر الغرض الآخر هو أنه انتم لهيه مسؤولين على الدين بمعنى لو تم قتل جميع المسلمين في مكة بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك القوم يحملون المسؤولية وينشرون الدين كما لو أن الوحي قد أنزل عليهم من من الآن يحس أنه مسؤول عن دين رب العالمين ويقول لنفسه لو مات كل مسلمي أهل الأرض وبقيت أنا المسلم الله عليه كيف يكون تصرفك كيف يكون تصرفك انتدبه المسلم الوحيد لك ما تكون شيء وجعفر بن أبي طالب شنو كان عنده الآيات التي أنزلت من إقراء حتى السنة الخامسة البعثة شنو كان قاعد شنو كان كان شي حاجة ديال الشعراء شي حاجة ديال مريم النجم تهاجروا قاعدة باش نزلت النجم القضية ديال السجود إلى آخره تنزلوا شو اللي كان قاعد في الأول المدثل المزمل إحنا نرى الحبوس المكتبات الحبوس والمعريض الدولي الكتاب كله في تليفونك والبيسي قادي يطردك غير بالبيدائف اللي انت متل يشارجه فضلا عن الكتوب التي أقسموا بالله ما توفرت لا عند البخاري ولا عند المسلم رحمة الله عليهم طيب الهم الذي تحملهم أنه تتعقب إخوانك حتى إذا وقع أحدهم فيما تتوهم وأنت أنه خطأ قمت لتثير عليه حربا شعواء طيب أين معاني المحبة في الله والأخوة في الله التي تحدث عنها سيديون سمتان مبينة والذك تهزود دي مثلا عند استيبوش عراوط له حليد وقل لي أنت قدي غراد ودي استيبوش عراحة في الدري القرآن طيب أين مسؤوليتك أنت في ذلك الولد كما تحدث عنها سيدي خاليف وحقيقة حقيقة أن نعيش عبيدا وعبادا لله أما أن حياتنا مع الله عز وجل يخالطها ويشوبها شيء من الهوى أما أننا نحن نتحقق بالعبودية لله حقا وصدقا كما قال سيدي حمد لويزة حافظه الله سيدنا نحتاج إلى مراجعة لأنفسنا تعلم المرة الجيد وقل لي زي الدركة لمن ندمك نحتاج لمراجعة لأنفسنا على وجه الحقيقة تآلف الذي بيننا وش بالصح قلعك أن تصوروا مع بعض إيادنا هم أولادنا مش اللي عندنا في الضار فقط وليدات المسلمين بل وليدات غير المسلمين لأننا مسؤولين على كل شيء إحنا هل نحمله حقا ولا غير هي التارانيم تنقشبوا بها مرة مرة نحن ناشطي طيب هم الدعوة إلى الله عز وجل هل نحمله حقا هذه فقط أسئلة أجوبة تكنولوجيا كينة لتعطينا أجوبة موجود أكتب غير كيف كذا وكذا الله يتوريك كيف تصنع الصابون في الدار ولعله من أسالي ما يصنع الصابون البلدي لكن أسئلة اللي توجهك توجيه الصحيح حيث محد الأسئلة في دماغنا مغلوطة يقيناً ما يمكن الأجوبة تكون إلا مغلوطة وإن صادفنا الصواد فنحتاج إلى إعادة طرح الأسئلة الصحيحة على أنفسنا حتى نكون في مستوى التحديات التي نريد من أبنائنا أن يكونوا أقوية بالشكل الكافي لمجابهتها دخلوا في تفاصيلها لا يتسع المقام لذكره ولا يحسن ذكره في هذا المقام هي فقط كلمة أستغل الجمعة على اختلاف مشارب حاضره وعلى اختلاف خلفياتهم وهذا هو التمثيل العملي للمسلمين هو هذا اختلفوا بشي حوجاتهم اختلفوا بشي أمور لهادي وادي لكن هدو هما المسلمين وإشارة أخيرة سيادنا ما رأى ما كنتوش عمل للحالة نبغي هذه الفكرة نبغي تصبر بالصابون تلصق في الرأس وما كنتوش عمل على المحجبات والمنقبات ما الذي يقنقل هذه القاديات كلنا كنا نفضر غفلون ما الذي يقنقل هذه القاديات واحد مرة أدينه أستاذ صديق السيارة وقفت في وسط عرضات وسط طريق عرضات فرانات بحالكة وسط طريق نزلت منها واحد المرأة مرأة متبرجة لا حجاب لأول وتشعر مطلوق مديدرات لابسة واحد كيط ماضية للرياضة وتنزلت وجي عنا عدا بش كأنها وعادي فحل بضو الكرة اللبسة لا تليق وما أبغدرش ماشتانيال أموهم ذاك اللازيمن اللي كتعرفوها أموهم ذاك اللازيمن اللي كتعرفوها كنتفرش باكش ديان إلى الخير المهم محد الشاهد باركلافو قلت لي أحد ممكن أن أخذ معك صورة قلت ليها نكون العساو في الدار فاللهما سيريتي الله أكثر خيرك جعلت الله الصورة جعلها دعاء في القلب بسلامة بسلامة ضارت لي في دماغي من بعد سؤال هجم علي قلت لي هذيك السيدة بذلك الحالة التي جاءت عندي سأل الله يعافيها ويعافي جميع بنات المسلمين هذيك السيدة لو قد قدر لي أنها داست قدامي ما سلمات ما أنتها شيئا حاجة هل كان لي يدور بخلدي أنا داستي ذاكا تصنط المقاطع دي الواحد الحياة ويذكروا الناس دي الله عز وجل نهائيا لا نكذبوش على بعض يادنا نهائيا وأقول هذي بينها وبين الدين كما بين السماء والأرض لا نهائيا فاكتشفت تخيرا بالمرض راكت تخلع لأنك تكتشف شيئا ويجب فراسك فاكتشفت في نفسي أن رغم كل ما ندعيه في خطاباتنا أن كلامنا للعالمين ولجميع الناس وللبر والفاجر والمسلمي والكافر لا شريف لا في حقيقة الأمر خطابنا لمن يشبهنا وكأننا داخل نادي لمعلق فيه البالج لعليه واحد الإشارات معينة واحد جو ثلاثة ربعة خمسة هذا هو الذي نخاطبه شئنا أم أبينا في ثنايا خطابنا نخاطب من يشبهنا ظاهرا وعلى قبل هذا الشيء اشترفاه علاش الدعواء كنقولوا من شها اللذي يتخبط وإحنا باقي كنضربوا فلاسنا ربحل ذاك الذي كأنه يسبح عكس التيا يضرب 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 وليك يهز رسوك بل الشط بقي بعيد ونفس القضية على الشباب الذكور بل في بعض الأحيان كان في خطابنا نوع من الاستعلاء والاستهزاء بهؤلاء في حين أنه يقول لك ودي الله هذك سيد راه هذك ستيكا ورتي يضرب يضرب الجوانات والله سيدي في الليل رمتين عشتك يتصنط لسي حمزة الخالدي في الدرس ديها أو لم يدخل عنده مثلين يقول لك يجيب اسميته والساد لوال ودخل وخد شرب عندك زيالتي كتدخل ماشي تشافك دخلتي عدقلب كتدخل كتلقى قناة الأنس مثلا خداما أرى هذك شي لكي أترى كي يقول لك عبتدو ولي كي وقدنا وكي يقول لك شوف رنديرو تنديرو والله يلا هذا الكلامة واللي كين إذن عندنا واحد شريحة هي أوسع الشرائح وهي أكثر الشرائح التي لا نخطبها لأن التصورات الأسئلة التي يجب أن نطرحها غير واردة فكيفاش بغينا إحنا خطابنا دي النادي مغلق بغينا أننا نوجه به ولداتنا ضد مد عالمي يجلب علينا بخيله ورجله ويستفزنا بصوته ومزاميره اشترفها ما ينتظرون من مسؤولية بعد ابتداء إحنا إحنا نصحوا شي شوية الوجهة نصحوا التصورات بشي لا بغينا نوقفوا على دوك الولدات يكون النقلة دي النادي تكون صحيحة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه عادبش والمؤمنون هو صاحب الرسالة ويحتاج للإيمان بها كما كل مننا يحتاج ابتداء إلى تثبيت هذا اليقين ولا يثبت هذا اليقين من خلال صحيح التصورات سيد موسى قال لإيمانك عليك سأل الله أن يبارك فيه أن يحفظه وسيرى أولاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إلا أن تنصر فلكنا تبوليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه جمعين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد